اهلا وسهلا بكم على قناة اكساب اونلاين حلقة دي هنجمع فيها كوريس وورد بريس بداية من تعرف منصة وورد بريس لحد متاعف تعمل الموقع بالكامل من خلال سكريبت وورد بريس بدون كود برمجي واحد لو انت اول مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة وفعل اجراز عشان توصلك الفيديوهات الجديدة ونكمل بعد الفصل عرفنا قبل كده سكريبت وورد بريس ان هو منصة الانشاء المواقع مش تحتاج فيها المعرفة باي لغات برمجة ولا كود برمجي واحد وتقدر انك تعمل الموقع بتاعك وتديف لي كل الامكانيات بطريقة سهلة جدا من خلال خاصية السحب والافلات وكأنك بتستخدم يعني ويندوز او اي برنامج من ماكروسوفت اوفيس مش ان انت بتستخدم منشئ مواقع سكريبت وورد بريس غني عن التعريف للامكانات والسهولة اللي بيوفرها بداية من تنصيب السكريبت على استضافة بلوهوست وشرحنا الحلقة دي على بلوهوست لانها من افضل شركات الاستضافة والاكتر استخدام في الدولة العربية تقريبا بعد كده قلنا ان الموقع ده اكيد هيحتاج تصميم علشان يكون شكله كويس وتبدأ الناس تعرف انها تدخل عليه وتوصل للمحتوى اللي هي بتدور عليه عشان كده عملنا حلقة عن اوالب وورد بريس وخطوات رفع الالب والتبديل بينها ودي اول خطوة في عمل الموقع انك تحط التصميم اللي هو الالب بتاع الموقع بدأنا بعد كده في تجهيز الصفحات وقام عشان تجهز الصفحة الرئيسية في الموقع وازاي تكتب المقالات بالنسبة للمدونات وازاي تدير مكتبة الوسائط واضافة السور ومقاطع الفيديو للموقع والحلقات المميزة عن اضافات الورد بريس اللي من خلالها هتقدر تعمل كل الامكانيات اللي موجودة في المواقع اللي بتستخدم البرمجة بس بطريقة بسيطة من خير اي برمجة خالص وتعرف ازاي تتعامل على لوحة التحكم في سكريبت ورد بريس وتجهيز اعدادات المنصة اللي تناسب الموقع بتاعك شرحات كتير متوفرة في منصة ورد بريس هتلاقي رابط بتاعها في الوصف بتاع الفيديو كورس كامل تبدأ من خلاله تعرف ازاي تشتغل على سكريبت ورد بريس بداية من تنصيبه على الاستضافة بتاعتك وزي ما قلنا احنا شرحناها على استضافة بلوهوست لحد ما تعمل الموقع بتاعك وتبدأ ان انت ترفع عليه المقالات اللي انت كتبتها وازاي تديف ليها الس الفيديو وكل اللي انت هتحتاجه ان شاء الله هتلاقيه ما تنساش تعمل الاشتراك في الكنوات فعل الجس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة ونشوفكم الحلقة الجاي